الشيكين دابل ستفتت اللي هي الدجاج محشي بحشوتين نعم عبارة عن دجاجة مخلية بندون عظمة أو فرخة مخلية طبعاً هنتبلها بملح وفلفل هنعبارة عن حشوتين الحشوة الأولانية عبارة عن ربع صدر دجاج مفروم وبصلة وحنجيب شريحة طست لو مش متوفرة ممكن نجيب عشفين ونبلوف شوية مية رجيف اه زبدة معلقة زبدة معاناكا من زعتر وجسط الطيب ووريجن وربع معلقة من كل نوع زعتر وجسط الطيب ووريجن الحشوة الثانية عبارة عن سبانخ هناخدها سوتين مع زبدة جبنا مزارلة فلفل أحمر رفاص طوب ملح وفلفل وزبدة طيب أنا بس هعمل ايه بقى هنشغل هنا ونضيب لي هنا عشان اه محتاجين طاستين لشيء طيب اول حاجة هقول أنا بقى طريقتنا عندنا فرخة مخلية باعتقد ان دلوقتي فراجية بس ممكن يقولك لا مش هاخلع لو الله هو خليه بصراحة بارح وعايز نقوله زكي يا جمعة عشان هو قال يقولي اسمي على التلفزيو طيب زكي يا جمعة ما ور يا جمعة قالي هاخللك الفراخ وتقولي اسمي على التلفزيو طيب بنشكرك يا جمعة طيب عندنا فرخة مخلية متهبلة فلحة وفلفل الحشوة الاولانية ربع اه اه او كيلو اه صدر فرخة مفروم وكمان عندنا بصلايا وطوست شرايح مبلوه منقوع في مياه او اه زي ما قالت عيش فينه ومعلقة زبدة معلقتين لبن ورشة جسط الطيب ورشة من الايرجانو ورشة من اه الزعتر يبقى ثلاث حاجات اهمة رشات يعني تعرفين رشات يعني حاجة بالايد كنه حشوة تانية سباينخ هناخدها سوتين في حتة زبدة وبعدين هيتحط عليها فلفل الوان وتوم مطحون وكمان هيتحط عليها جبنة متزرلة يعني فيه حشوتين طيب احنا هنبدأ نحط ملح احنا عايزين الاول نعمل الحشوات علشان هتبرد شوية قبل ما نحطها انت عايزة تعصجي او انا عصج الحشوات الاول انا جيب لكت احطتها للفرخة ولا نحطها على الشوية ايه رايك بالنسبة لفرخة لكنا هنلفها وندخلها في الصينية الفور يعني مش هتستوع على النار لا اه لا انا تخيل انا عايزة كمان توصها عشان الحشوات تانية